فريق الأول لكرة اليدة أنها استعداداته لمباراة التراجي التونسي في نهاية بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري واللي هتتلاقي بكرة الساعة ستة ونص على صالة الحمامات في تونس فريق عمل تدريبات استشفائية النهاردة الصبح بعد الفوز على المنافس التقليدي النبي الأهلي فنص النهائي مبارح وبعد كده جهاز الفني بقيادة الإسباني ماتيو جرالدة عمل محاضرة فيديو مع اللاعبين شافوا فيها مباراة التراجي والأفريقي في النص النهائي للوقوف على نقاط القوة في الفريق التونسي كمان الأستاذ أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الصلاة بالنادي تواصل مع بعثة الفريق واللعبين وهنقهم طبعا على التأهل للنهائي وطلب منهم أن يكون فيه تركيز واللعب برجولة من أجل التتويج باللقب الأفريقي وإسعاد الجماهير البيضاء نروح للجهاز الفني لفريق كرة يد بقيادة الإسباني ماتيو جرالدة اللي عمل جلسة مع نجم الفريق حسن وليد أداح في السعاد اللي فاتت وده بعد رفع الإقاف عنه من قبل الاتحاد الإفريقي وطلب منه التركيز في مباراة النهائي كمان العيبة الكبار في الفريق أحمد الأحمر محمد رمضان هتلر وهنداوي قعدوا مع اللاعب وطلبوا بأنه ينسى أحداث المباراة واللي كان أحد الأسباب الرئيسية طبعا أداح في الفوز بالمباراة بالتأكيد ويركز على مباراة الترجي بكرة إحنا عارفين أن الاتحاد الإفريقي كان خد قرار بإيقاف اللاعب مباراتين وبعد كده لغى العقوبة بعد استقناف الزمالك عليه خاصة أن العقوبة كانت تقيلة شوية يعني وأن اللاعب متى جواز وكل جماهير مصر عارفة أن أداح بيتمتع بأخلاق كبيرة وروح رياضية راجل كمان محترم وجرنت قوي وحماسي جدا جوا الملعب وإن شاء الله أداح يكون أحد مفاتيح الفوز بكرة على الترجي ويضيف لسجله الشخصي إنجاز جديد مع كرة اليد المصرية والزمالكوية